يا صباح الفل يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيتابعونا حلقة جديدة من نهارك سعيد على شبكة NTN قناة نايل لايف مبارح يوم تاريخي عشناه كلنا أنا كان نفسي بس يبقى التكنولوجي قدر يتوصل إن أنا أوصل دماغي بالكمبيوتر عشان أفضي اللي حصل واللي أنا شفته في الهارد ديسك لأن ما فيش كاميرا ومفيش شهر معرفتش هادي النفسي أوردر أصور أي حاجة فيديو أو فوتوغرافي عادية ملحيتش من كمية الأحداث كمية العلقات الصغيرة اللي بتحصل بين الناس كمية الكلام الهتفات المسيرات تحية الحرية وتحية مصر وياحية الشعب المصري وصباح الفل هنكون معاكم ساعتين على الهوى أنا وفادي وأشرف صباح الفل يا جماعة صباح الخير صباح الخير يا أشرف صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا كل المشاهدين حلقة جديدة من نهارك سعيده 26 يناير 2012 زي ما عيدك بتقول كان يوم مهيب جدا ونزول الشعب المصري بكل طواقفه مع بدء اعتصام والتحضير بكرة لجمعة العزة والكرامة وفي قول آخر جمعة القصاص أنا مش عارف الظبط هو المسمى بتاع بكرة لكن استمرار الحرية واستمرار ثورة 25 يناير أعتقد ده شيء بيرفع معنامات الشعب المصري كله خصوصا أننا من سنة كان غالبية الشعب المصري في اليوم ده تحديدا كان خايف ومش عارف بكرة فيه ايه وده كان تجهيز لجمعة 28 يناير يعني زكريات أعتقد لن تمحى من دماغنا وهنحكيها لعيالنا وعيال عيالنا ولما الثورة تخلص هنعرف هتبقى أنا هيتعامل ازاي صباح الخير يا عشر صباح الخير يا عيدة صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل ودايما مصرنا دايما تبقى أحسن وأحسن طبعا حضراتكو أكيد زي ما عادي ده قالت إن احنا شفنا الثورة وشفنا الناس وعدد كبير أكتر من يمكن من 2 مليون في مدانة تحرير بس طبعا ده غير الميادين الأخرى في جمهورية مصر العربية لكن أنا عندي حاجة عايز أفكر فيها مختلفة شوية عن كل اللي احنا بنفكر فيه في الفترة فيه اختلافات ثورة ولا حنعني نكمل الثورة ولا مجلس العسكري يازم يسلب السلطة بس فيه حاجة مهمة جدا للشعب المصري يا عيدة ويا فادي احنا قبل اليوم ده كان فيه كتير قوي ناس عملها خايفة من اليوم بتاع مبارح كان فيه ناس كتير قوي خايفة إن اليوم بتاع مبارح يحصل فيه حاجة وأخويل كتير وخوف من هيحصل ايه وهيحصل ايه وهيحصل ايه وهيحصل ايه اليوم عدة واليوم مر بسلام واليوم لازم نتعلم منه إن احنا جماعة كلنا مصريين وكلنا حبلحب بلد يعني ما فيش حد يعني دخيل زي ما احنا بعض الأخويل بتقول إنه فيه حد حيد من بره ولا دخيل بيحصل او احنا التاريخ أثبت إنه لما بنبقى مش عايزين صبوع خافي ولا ايد خارجي ما بتدخلش فيعني بس بلاش نزيد على بس أعتقد أعتقد أنا برضو عايزة يعني أأكد على كلمة أشرف إنه فيه دعاية دلوقتي بتقول إنه احنا كلنا فريق واحد يا جماعة كلنا فريق واحد لازم نبقى كلنا فريق واحد مهما اختلفنا مع بعض الاختلاف ده شيء صحي وده شيء ديمقراطي لكن كلنا لازم نبقى لنا أهداف عامة واحدة وهي بلد طيب خلينا عشان الوقت ما يداهمناش نقول الفقرات اللي عندنا ايه عندنا ايه نهار ده يا أشرف أما فيدي عندنا طبعا على السحة كلها في مصر يا أما مجلس الشعب يا أما الصورة في التحرير يا أما المحاكمات فعندنا اليوم النهاردة بيمر بالتلات حاجات دول هذي فقرات سأتكلم فيها النهاردة تعالوا نحن بدي على طول بفقرة الصحافة ورجعنا على طول